الشيخ الأزهر يرفض دعوة الغامدي العالم السعودي الوهابي لسحب الاعتراف بالمذهب الشيعي الاثنى عشري كما تقول جريدة الوطن الكويتية تقول وصف شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الدعوة التي طرحها أحد الدعاة السعوديين بأن يسحب الأزهر اعترافه بالمذهب الشيعي الاثنى عشري وصف هذه الدعوة بأنها مرفوضة ولا يمكن لأحد أن يقبلها مشيرا إلى أن موقف الأزهر الثابت هو تحقيق الوحدة بين المسلمين وكان الدعية السعودي أحمد بن سعد بن حمدان الحمدان الغامدي أستاذ الدراسات العليا بقسم العقيدة بجامعة أم القرى في مكة قد استنكر على علماء الأزهر الاعتراف بالمذهب الاثنى عشري وجعله مذهبا فقهيا كبقية مذاهب الأمة وأضاف الدكتور أحمد الطيب في تصريحات خاصة لجريدة الوطن الكويتية بتاريخ خمسة وعشرين حزيران أن السنة والشيعة هم جناحة الأمة الإسلامية وأنه عبر أربعة عشر قرنا هي عمر الإسلام لم يحدث أن اقتتل السنة والشيعة لافتا إلى أن ما يحدث بينهما الآن هو محاولة للنيل من المسلمين عبر سلاح التقاتل المذهبي الذي ترعاه دول خليجية خدمة للهيمنة وللاستعمار وأكد شيخ الأزهر أن التقريب بين المذاهب الإسلامية أحد أهم اهتمامات الأزهر الشريف خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الاختلاف بين السنة والشيعة في الفروع فقط وليس في الأسس والثوابت التي يقوم عليها الدين وقال الدكتور أحمد الطيب أن الأزهر لا يفرق بين سني وشيعي طالما أن الجميع يقر بالشهادتين فذلك يأتي ضمن منهج الأزهر الشريف في نشر مفاهيم الاعتدال الفكري والعقائدي ورحب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالطلاب الشيعة من إيران والعراق ومن أنحاء العالم المختلفة للدراسة في الأزهر منوها إلى أن وجود توافق مع عدد كبير من العلماء الشيعة فيما يخص مسألة عدم التبشير للمذهب الشيعي في أوساط السنة أو العكس وذكر وأكد الدكتور أحمد الطيب أن الأزهر يسير ويتمسك بدعوة التقريب بين السنة والشيعة التي قادها شيخ الأزهر الراحل محمود شلتوت مع المرجع الشيعي تقييد دين القمي عندما أسس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في أربعينيات القرن الماضي وطبعا أسفر عن ذلك المركز أو ذلك التقارب فتوى للشيخ شلتوت في عام 58 أو 56 بجواز التعبد بالمذهب الجعفري أو الشيعي وكان هذا الغامدي زعم بأن الأزهر جازف عندما أجاز فقه الإمامية قد أدخل مصدرا للتشريع غير الكتاب والسنة يعني الأحاديث الواردة عن الأئمة من أهل البيت وهي دعوة إما دعوة جاهل أو متجاهل لأن الأئمة الشيعة لا يقولون من عندهم شيئا إنما هم مؤتمنون على ما ترك رسول الله هكذا يرد عليه الزعيم الروحي للشيعة في مصر المستشار الدمرداش الأقالي وطبعا هذا الاستنكار أو محاولة تخريب الوحدة ليست هي من شخص واحد عالم سني سعودي يقول ذلك إنما هذه سياسة المملكة العربية السعودية وسياسة الوهابية منذ أكثر من سبعين عاما من قبل كانوا يكفرون الشيعة كما يكفرون المذاهب الأخرى حتى السنة ولا يعترفون بسنية الأشاعر والأحناف والمعتزلة وعندما أصدر شيخ الأزهر تلك الفتوى التاريخية الشهيرة قامت قيامتهم وكتبوا كتب وبرقيات ورسائل وبيانات في استنكار هذه الخطوة وكانوا يصرون على وجوب إخراج الشيعة من الأمة الإسلامية هكذا كانوا يريدون ولا يزالون يريدون تفتيت الأمة الإسلامية لمصلحة الاستعمار كما قال الشيخ الأزهر والدكتاتورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر